عظمة الخالق هنا دكتور لا أحد لها ولا أحد يستطيع أن يستوعب من البشر هذه العظمة الرائعة والكبيرة جدا للخالق سبحانه وتعالى ولكن يأتي السؤال واسمح لي به هنا أن البعض قد لا يستطيع استيعاب هذه القدرة وخاصة من غير المؤمنين ودائما يأتي السؤال لماذا لا يستطيعون استيعاب هذه القدرة شوف طبعا المؤمن على إيمان تام وتسليم تام بأن الله على كل شيء قدير كما ذكرنا نعم ثانيا كل شيء يتعلق بقدرة الخالق جل وعلا ويحتار معها العقل هذا في الواقع بسبب أن العقل يرتبط في هذا تلقائيا بإطاره البشري كل ما يمر على العقل في هذا الأمر يقوم الحقيقة بعمل مقارنة له مع الحدود والقياسات البشرية هذه المقارنة تأتيك كما سبق بشكل تلقائي لكن لماذا الجواب لأنك أيها الإنسان محكوم كما قلنا بالإطار والتفكير البشري والنطاق البشري البحث يرى محدودية وإطارية كل شيء ولذلك غير المؤمن يحتار إلى حد القلق بل إذا أراد غير المؤمن تفسيرا لعظمة الخلق تجده في توتر داخلي شديد توتر يصارع نداء الفطرة لديه الحقيقة هنا أذكر أحدهم وهو في إحدى الدول غير الإسلامية عندما نقشته في هذا الأمر وأوضحت لها الأدلة القوية عند أيضا الحقيقة طعطى رأسه وقال أرجوك دعني في حيرتي لم يستطع أن يواجه الأدلة القوية والمشفوعة بنداء الفطرة لم يكن عنده جواب سواء قال أتركني في حيرتي لا يريد الدخول في هذه الأمور لأنه هو أصلا من أساس لا يريد الإيمان المؤمن يدرك عظمة الخلق يدرك عظمة القدرة الربانية لكن يؤمن بأن تلك القدرة لاحظ لا قياسة ولا حد لها وأنه لا يقف أمامها شيء